موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام نعود لكم من استيديو ملاعبنا الذي يحمل معه الكثير من المواضيع المختلفة للساحة الرياضية المحلية بمختلف الأحداث والرياضات واليوم نجدد اللقاء بكم بمواضيع دسمة سنتحدث عنها بإذن الله بالتفصيل مع ضيوفنا في الستيديو الأستاذ والكابتن أحمد خليفة حماد والأستاذ كذلك ضياء الدين علي في البداية طبعا مساء الخير بو خليفة وحياك الله كذلك في برنامج ملاعبنا مساء الخير بسلطان الله حياك يا محبابك أستاذ ضياء من ورنة وحياك الله كذلك في برنامج الله أهلا بيك وقمور الشراء الكريم إذن البداية مشاهدين ستكون مع اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة وكذلك الاجتماع الدوري وما حمله من مخرجات لننتقل بعدها إلى الشارقة الذي سجل صحوة كبيرة مع الروماني كوزمن وفي الجهة الأخرى أيضا نجد الوحدة المختلف مع المدرب الفرنسي قريبوري عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه الدوري الرابع والعشرين اليوم في مقار الاتحاد بدبي برأسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء وتم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال منها موضوعات وتوصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية المتعلقة بأجندة المنتخب الوطني الأول للجولتين النهائتين لتصفيات كاس العالم عشرين اثنين وعشرين حيث سيخوض الأبيض لقائين مصيريين أمام منتخبي العراق وكوريا الجنوبية وبناء عليه فقد تم اعتماد خطة الإعداد للمباراتين إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد أبدأ معك أبو خليفة وأتكلم عن الاجتماع الذي صار كذلك لمجلس إدارة التحاد الإمارات لكرة القدم من ضمنها يمكن أمور كثيرة تناقشوا فيها وتحدثوا فيها أول شيء الإشادة طبعا بنجاح بطولة كاس العالم للأندية وكذلك اعتماد الخطة القادمة لمنتخبنا الوطني خاصة أننا عندنا مبارتين أمام المنتخب الكوري والمنتخب العراقي نعم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة نشوف في الأيام القادمة أعتقد أنه لا يكون هناك حاجة أهم عن المنتخب لأن المنتخب خذ الكثير من المناقشة وخذ الكثير من أنا لا أتكلم عن اجتماع مجلس دارة التحاد لكن على مستوى الإعلام على مستوى الشارع الرياضي المنتخب حديث الساحة وأعتقد أن التغيير اللي صار في التغيير المدرب يصب في هذا الاتجاه الآن أمام المدرب مهمة قوية يعني مهمة صعبة مهمة يعني أنه كان للمحافظة على المركز الثالث ومن ثم الدخول في طريق صعب ووعر يعني من خلال التأهل إلى كأس العالم من خلال ملاقات صاحب المركز الثالث المجموعة الثانية ومن ثم خامس أمريكا الجنوبية يعني فهمة مهمة صعبة جدا جدا أمام المدرب لا بد من توفير كل عناصر نجاح للمدرب نحن اليوم المدرب هذك خلاص ذهب بحسناته وإيجابياته وبسيئاته بكل ما كان يدور حوله الآن نحن مع مدرب جديد لابدنا أن نستفيد من دروس المرحلة السابقة على اتحاد الكرة وعلى لجنة المنتخبات وعلى القائمين عن المنتخب والقريبين من المنتخب الاستفادة من الدروس ومن الأخطاء اللي كانت في المرة الماضية واللي كابر البعض عليها واللي ما كانت الأخطاء اللي كانت عليها مكابرة يعني مثلا هذا المدرب اللي ما كان موجود عندنا هنا يعني متواجد في الدولة بشكل مستمر عنده مهمة تدريب المنتخب المدرب اللي ما كان يقدم خطة حقيقية وواقعية يعني توصل المنتخب إلى أفضل حالات الفنية وبالتالي توصله إلى كأس العالم وكان من أول يوم كان هناك في الشارع الرياضي من هناك الأصوات تطالب بتعديل مسار إعداد الفريق يعني ما نكتفي إحنا بتجمعات أيام بسيطة قبل كل مباراة يعني كنا نلعب مباراتين مباراتين وتجمع بسيط بدون ما نلعب أي مبارات ودية تغيير في القائمة دخول أسماء خروج أسماء وعدم انسجام القائمة طريقة اللعب وطريقة التبديلات اللي كان المدرب اللي حتى استدعت أنه في وقت من الأوقات أن مجلس دارة الاتحاد يطلب المدرب إلى اجتماع وهذه طبعة سابقة كانت موجودة أن مجلس دارة الاتحاد يطلب مدرب المنتخب إلى اجتماع ويناقش في أمور فنية في المبارات بالتالي اليوم احنا أمام دروس من الماضي احنا وضعنا نفسنا فيها احنا كنا نتمنى أن ما بغير يدخل في المرحلة السابقة لأنها تكلمنا فيها كثير لكن كنا نتمنى أن يعاد تصحيح مسار المنتخب في وقت مبكر وقبل أن نوصل هذه المرحلة هذه لكن نحن نشوف أنه بعد كل أخفاق تجديد الثقة بالمدرب يمكن تجدد الثقة بهذا المدرب ثلاث أربع مرات خلال مرحلة التصويرات النهائية بس يعني من بعد كل أخفاق بعد كل نتائج سلبية كنا نشوف هذا كان لابد من أن الوقوف بشكل صحيح في وجه المدرب ومراعاة مصلحة المنتخب ومراعاة مصلحة أنك أنت أمام فرصة كبيرة للسعود كأس العالم ووضع هذه الفرصة أمامنا وبالتالي نشوف المنتخب متجه في اتجاه ما يوصل إلى كأس العالم وكنا نشوف أن المنتخب يدي في مباريات مع فرق المفروض نكون أفضل منها لكننا شوفنا شوفنا أن المنتخب يعاني يعاني في فترات كثيرة من فهذه أمور كلها لابد أننا اليوم رعيها لابد أن المنتخب يجد المساحة الكافية للعداد لابد أن المدرب يكون مطلع وعارف ويمكنهم تجهوا إلى مدرب كان له خبرة وكان له تجارب تجارب محليا لهذا الأساس أن المدرب عارف عارف طبيعة اللاعبين ونوعية اللاعبين وحقق نجاحات مع هذين اللاعبين اللاعبين الإمارات يعني في الأندية التي يدربها حقق سواء في الوصل أو في الأهل يحقق نجاحات معهم وكان جيد في مجمل عمله بالتالي اليوم نحن أمام وقت ضيق لكن لابد أن تكاتف كل الجهود لأن هذا المنتخب مهما كان في أمل له كان الأمل بسيط لابد أن تمسك لتحقيق حلم الصعود والذي أصبح اليوم يعني يمكن في بداية التصفيات كنا نشوفها أسهل عما نشوفها اليوم كنا في بداية التصفيات كان أملنا وكان يعني توقعنا وسقف توقعاتنا تكون كبيرة لكن اليوم نحن نشوف أن الأول والثاني يعني بعيد جدا عن بقية المنتخبات وكنا نتمنى نكون معاهم وتكون منافسة ثلاثية على البطار جميل أستاذ ضياء أنا بوقف عند نقطة كذلك في الخبر وهو اعتماد الخطة كذلك لمنتخبنا الوطني طبعا ما كان مذكور في التفاصيل شو هي الخطة اللي ممكن تكون موجودة لكن أنا خلني أسألك الحين سؤال أولا هل في وقت أنك أنت اليوم تعد خطة لفترة اعداد فترة تأهيل بعض اللاعبين شو ما كانت الخطة هذه نقطة النقطة الثانية كذلك شو الخطة اللي مفروض لابد أن تكون موجودة للمباراتين القادمين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الخطة يعني الكرة في ملعب المدرب بالأساس في هذه الرحلة يعني في اللحظة الرحلة أعتقد المدرب هو اللي يعليه أن يعد خطة مناسبة للاعداد للمباراتين بشكل أساسي على المستوى القريب وعلى المدى البعيد يكون منتخب الإمارات نفسه في عين الاعتبار بحيث يتم إعداده للطموحات اللي ما بعد ذلك أنا أفتكرش الطموح الحالي بالنسبة للمونديال صح هيتم الشغل عليه بشكل عالي وبتركيز كبير بحاول تحصل أفضل الممكن لكن خلينا نتكلم بصراحة المهمة صعبة وما فيش فيها يعني كتير أفق من الطموح بحيث يتحقق وطراحنا عليه بشكل جاد وتقولها يتحقق بالألية واحدين ثلاثة أنا شايف أن هي مهمة صعبة جدا جدا وفي نفس الوقت يعني المدرب هيعمل فيها المستطاع ولكن مش هيكون هي محكة للحكم عليه يعني أنا شايف أن أومر الاتفاق مع المدرب أو التعاقد معه مرهون بالإعداد للمستقبل لما بعد التصفيات وليس التصفيات كهدف مرحلة هيتم تقييمه على أساسها ربنا يسطر وما يكونش مثلا الصورة الهيسرة بها المنتخف في الموطشات للباقي من التصفيات تكون مؤثرة بالدرجة لتخليك تحكم عليه بشكل قاسي أو لا يشجع للاستمرار معاه لذي بتحصل كثير يعني أو عصرناها كثير مع المدربين جملة كورة الإمارات يعني يعني يجي المهمة يتباني أن هي مؤقتة أو يعني للمرحلة معينة وتكون مش هي الرهانة عليها بالأساس وتلاقي هي دي اللي كانت معيار لأنك تهني علاقة كبيرة يمكن بنته كان من النوع دوت أو يعني الممكن تقس عليه الحكاية ديت أنه ما أخدش فرصته اللي هو كان يستناها بحيث يعني لها مطشرة ودية ومشي قبل ملعب مطش راسم واحد وفي نفس الوقت في مدربين زي ما قبل كده يمكن مش عايزين نعيد سيرة اللي فات زي ما قال أبو خليفة لكن في مدربين جم ومشي من غير ما ينزل الملعب حتى خالص يعني فعدك ممكن حاجات محسوبة على الإدارة بشكل أساسي لكن الجزء اللي خص المدرب الحالي والمنتخب أعتقد مرهم خطته ورؤيته للمباراتين بشكل أساسي قريب يعني بحيث يكون يديك إحساس أو يطمنك على أنه في شخصية بتتبني للمنتخب لو لقينا الحكاية لسه فيها اكتهادات وما فيها رؤية واضحة هتكون فيه كتير مشاكل نحن بغنانها وما بيكون تغير شيء كذلك على مستوى المنتخب إذن أعلنت أكاديمية نادي خرفكان لكرة القدم ومؤسسة ربس الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون يتم من خلالها تشغيل وتطوير أكاديمية نادي خرفكان لكرة القدم عن طريق أكاديمية أنتر ميلان وتم الإعلان كذلك عن الاتفاقية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد كذلك في سوق الشرق بخرفكان بحضور سعادة عيسى هلال الحزام رئيس مجلس الشارقة الرياضي وكذلك خليل غانم رئيس شركة نادي خرفكان لكرة القدم وماركو مونتي المدير الفني لأكاديمية أنتر ميلان والنجم تقدم المزيد لكذلك فريق ونادي خرفكان خاصة في المراحل السنية نادي خرفكان كذلك بخليفة ينضم إلى الأندية التي تتعاقد كذلك مع أكاديميات أوروبية بحيث أنه تطور وتسقل المواهب التي موجودة عندها في المراحل السنية كيف تشوف توقيع هذه الاتفاقية وفي نفس الوقت نتطرق لمدتها حسب ما عرفت كذلك أن المدة ثلاث سنوات توقيع هذه الاتفاقية هل المدة هذه ممكن تكفي أنك تقدر تكتشف مواهب ونفس الوقت تطورها أبو سلطان أعتقد أن مجلس الشارج الرياضي متجه اهتجاه آخر من خلال استعانة بالأكاديميات العالمية الاندية العالمية مثل ما صار في نادي الشارج أكاديمية تجاكس وممكن حتى اتحاد كلبة اتحاد كلبة صحيح دبل حصن كذلك نعم واليوم نرى هذا التوجه من نفس الموجود اليوم في نادي خرفكان من الجميل جدا أنك تتجه الاندية هذه التي عندها تجربة كبيرة وعندها مدارسية لا نستطيع نقول أنها فقط نادي لا هذه عبارة عن مدرسة كروية قايمة بذاتها من حيث التدريب من حيث الفكر من حيث تكوين اللاعبين نتمنى أن نعكس هذا الشيء على لعبنا مع مراعاة الفارق في الأمور في أمور كثيرة بين مجتمعاتنا الخليجية ومجتمع الإمارات بوجه خاص ومجتمعات الأوروبية لكن اليوم نبحث عنها في كل مكان والموهبة محتاجة إلى عين خبيرة لإكتشافها ومن ثم عين أو نحن نقول يد تقدر تسقل هذه الموهبة وتختارها اليوم عندك الموهبة المواهب اللاعبين في بدايتهم محتاجين من يوجه الموهبة إلى أي مركز هل هل يصلح مدافع أو مهاجم أو لعب في أطراف أو حتى الحراس الحراس اليوم يحتاجين إلى قياسات معينة تتبع عالميا لانتقاء اللاعبين من صغرهم يمكن البناء عليها يتكون حارس في المستقبل نحن تعودنا من أنديتنا في السابق أن نرى اتفاقيات مع أندية وشفناها وكان كلها تكون في المجال الإدارية على مستوى التنظيم المعسكرات استضافة المعسكرات المباريات الودية دعنا نقول في هذا لكن اليوم نعتقد أن هناك نهج آخر اليوم متبع حيث كنت تستفيد فنيا من خبرات الأندية الكبيرة وخبرات التكويل اللاعبين وانتقاءهم وهذا الشيء نعاني منه لأن في كثير من الأندية من يعمل في الأكاديميات أشخاص غير مؤهلين يكون التركيز على الفريق الأول ومدربين الفريق الأول وكلما تنزل في العمر تلاقي كلما يقل الاهتمام إلى غاية ما توصل إلى مدربين قد يكونون مدرسين تربية رياضية في بعض المدارس أو غير مؤهلين أو غير كذا وهذا الأساس نرى أن حتى التحاد الكرة فيه من ضمن شروط التراخيص الأندية هناك معيار كامل الأكاديمية ومعيار كامل يتضمن المدربين وشهاداتهم ودرجاتهم وبهذا الأساس قمنا نرى الرخصة والرخصة والرخصة ونخل الفريق الأول لكن نرى أن يكون مدربين ومؤهلين بحيث أن كنت اليوم نكون اللاعبين اليوم في كثير من الأندية أحملت هذه العملية أحملت الأكاديميات وتجهت إلى اللاعب الجاهز التي تنتقي اللاعب جاهز في مراحل متقدمة من العمر 18 19 20 أو حتى بعد وأحملت تكوين اللاعبين عملية تكوين اللاعبين وعملية تجهيز محتاج إلى مجهود وصبر الثلاث سنوات تعتقد مرحلة جيدة للتقييم العمل فيها لا نتوقع أننا نكون مواهب أو نتقي مواهب أو نكون اللاعبين لأنني كنت هل يستمر العمل هل يتوقف هل يتغير هل يتحسن العمل هل ينتج إلى مدرسة أخرى هل هناك ناتج من هذا شيء أعتقد هذه فترة جيدة لأنك لا تستطيع تبني على سنة ولا تستطيع على سنتين الناتج مالك بدأ يبين بعد السنة الثالثة في عملية تكوين اللاعبين جميل إذن الشارقة سجل كذلك صح وكبيرة منذ قدوم المدرب الروماني كوزمن وكذلك توج الفريق أمس بمباراة جماهيرية كبيرة والتأهل كذلك لنهاي أغلى البطولات بعد مباراة دراماتيكية شهدت عودة كبيرة للشارقة على حساب فريق الوصل عندما استقبل الشارقة نادي الوصل في ملعبه أمس كانت جميع يعلموا أنها مباراة الموسم بالنسبة للأبيض بعدما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين وابتعد أكثر عن صدارة جدول الترتيب بفارق تسع نقاط كاملة عن نادي العين دون نسيان احتلاله المركز الرابع بعد شباب الأهلي والوحدة ما يؤكد صعوبة مهمة الدوري هذا الموسم على الشارقة وهو ما عزز أيضا من ضرورة عبور الأبيض إلى المشهد النهائي والاستمرار في البطولة الأغلى من أجل ضمان لقب على أقل تقدير في هذا الموسم السيناريو الجنوني الذي تابعناه أمس أعاد الروح والأمل للفريق وللمدرجات من زمن تسجيل الهدف الأول من كامارا حتى الهدف الثالث لكايو لوكاس هي دقائق معدودة تأثيرها سيكون كبيرا بلا شك على ما تبقى من عمر مباريات الدوري خصوصا أن الفترة المقبلة للشارقة ستكون صعبة بل وصعبة جدا حيث سيواجه شباب الأهلي في جولة السابعة عشرة وبعدها سيحل ضيفا على الجزيرة هناك فيستاد محمد بن زايد إذن الملك حقق المطلوب من هذا الأسبوع الصعب أمام الإمبراطور لكن لابد أن يقف كوزمن على السلبيات قبل الإيجابيات لتجنب تكرار هذا السيناريو وهو الذي سجل أرقاما توضحه تأثيره الكبير على الفريق حيث خاض الملك تحت قيادته خمسة عشرة مباراة دون خسارة وخرج بشباك نظيفة في ثماني مباريات وحقق الفوز تسع مرات وتعادلة في ست مناسبات الروماني ذكر في المؤتمر الصحفي سعادته الكبيرة بتواجد هذا الكم الكبير من الجماهير مؤكدا على أن الرابح الأكبر هي الكرة الإماراتية التي تملك الكثير لكن هل سننتظر الوصول إلى مثل هذا السيناريو لنشاهد هذا المستوى لأنديتنا ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد أستاذ ضيا أتكلم عن قدوم كوزمن وخوضه كذلك لخمسة عشر مباراة من دون أي خسارة لكن اليوم نشوف نحن على مستوى فريق الشارقة ما في تغيير على مستوى اللاعبين أو فيه انتدابات ممكن تغير فشو اللي يتغير في الفريق بحيث أنه اليوم يوصل لهذه المرحلة بالإضافة كذلك غيابة من 2005 أو 2006 إذا لم أكنت مخطئ عن نهاية أغلى البطولات بطولة كاس صاحب اسمه رئيس الدولة هو طبعا عملا له طموح أكيد شخصي أنه يحقق بطولة كاس رئيس الدولة لأنني لا أستطيع حققها لا مع العين ولا مع شباب الأحيان لكن هو كمدرب يعني حاضر بثقة وكفاءة وخبرة وبتسبقه يعني هالة إعلامية كبيرة بفضل نجاحاته السابقة على صحية أندية الإمارات وحتى في الخارج لما طلع براء الإمارات فهو مدرب أكتر ما يميزه ثقة بنفسه واعتداده بذاته عالية جدا من ناحية الكروية ويمكن كان مباراة مبارح دي بالذات كانت من المحكات المهمة جدا ليه على مستوى التقييم يعني حتى على مستوى تجربته مع الشرقة يعني أنا كنت شايف لقيته في المباراة طبعا جمعوا الوصلات مباريات في خلال فترة وجيزة وكانت شكوته واضحة جدا من أن الدفاع الوصل لا يخترق وكان فيه يعني اللي تحيله منه أنه يقوله حاجة زي كده يعني كنت متراقب شخصيا أنه شوفه هيعمل إيه في المواجهة اللي هو مواجهة السفيرة أمس لأنها كانت حاسمة ولازم يتمي فيها الحسب ولو كان حصل غير السيناريو اللي شوفنا ده كان هيبقى كزمن على محك صعب جدا ويمكن كان يكم التقييم بشكل سلبي جدا لأنه هو الآخر اللي شار أتعاقد معاه عشان يعمل اللي حصل مبارح ده فلو ما حصلش ما عملش المطلوب منه النقطة سلبية ممكن تكون جدا جدا هتبقى نقطة يعني يعني مصيرية وفاصلة بالنسبة لتقييمه والحكم عليه فهو بينين المدرب الكبير اللي صاحب الاسم واللي نقدر نقول لنا برضه راتبو بيكون أعلى رواتب اللي ممكن ضغف لفكورة الإمارات فأنت محتاج واحد يعمل لك الفارق وإلا يكون بدون يعني تميز أو بدون إضافة حقيقة للفريق فهو مبارح لو كان حصل عكس ما حصل كان يبقى موقف تاني خالص لكن هو مجح في الامتحان واستطاع فعلا أن يبرهن أنه هو عنده رؤية وعنده يعني أوراق بيقدر يستخدمها في رؤية ومناسب بحيث يثبت كفاءته كمدرب لو تلاحظ اللتيجة بعد مكانة 2-0 ولم حصل التغيير اتغير الفريق بشكل عالي جدا ووضح أن البصمة التي تمت في الميدانية في الملعب حققت أسرها في الحال يمكن هورق ورقة عثمان كاميراق بالذات كتبت البداية لأنني بعتبرها هي الشرارة أو النقطة تتحول للأسسية بالهدف الذي سجله كان فيه مبادرة ذاتية إلى حد لكن ده دور مطلوب منه وأكيد كان متوظف أنه يقوم به ومطلوب منه نقدي فهو في المتشاطر حتى لابل كده سجل مرة بيلسار مرة بيمين مرة دي عمل منورة نجحة جدا ويمكن نجري بالكرة على طريقة صلاح محمد صلاح ويسجل بشكل جميل جدا أعتقد الهدف ده هو لألب وزير المورال من بعدها حصل خلل نفسي ومعناوي عند الوصل وفي نفس الوقت حصلت طفرة كبيرة عند لعبة الشرقة وكملت للنهاية كان واضح أن دي سيناريوره منتدى بيتم تحضيره وكان مستني الشرارة ففعلا هذا اللي حصل في الملعب وأعتقد أن الشرقة كان على أده حلمه وطموحه ومرحن على أنه أفضل ميدانيا وأكتر جاهزية من الوصل في هذه المورة بزات جميل بما أننا نتكلم عن فريق الشارقة كذلك معنا الآن عبر الهاتف كذلك نجم فريق الشارقة الكابتن عبد الله غانم بوغيث مسأل خير مسأل نور أخوة سلطان حياك الله كيف حالك طيب الله يسلمك ويساعدك إن شاء الله الله يحفظك أولا طبعا نتحمدك بالسلامة لا ترى شر وتستاهل السلامة بإذن الله وترجع أقوى وأفضل كذلك لملاعب وطمنا على صحتك بإذن الله إن شاء الله والله الحمد لله اليوم ثم ساويت الإسعاء ونفس ما شفت أن تطلع عندي قطع فرباط صليلي لكن الخير في مستهار الله وإن شاء الله أرجع أقوى وأفضل من قبل إن شاء الله بإذن الله عبد الله هل في أخبار عن بإذن الله العلاج هل ممكن يكون في الدولة هل ممكن تسافر خارج الدولة صار في تواصل بينك وبين كذلك إدارة النادي على هذا الموضوع والله هذا كله سيكون بيت الجهاز الطبي والأخوان في مجلس الإدارة أكيد هم عارفون كل شي وإن شاء الله طبعا ما راح يقصرون وراح يتم العلاج إن شاء الله بأسرع وقت ما يمكن إن شاء الله بإذن الله هذا اللي نحن نتمنى وإن شاء الله كذلك ترجع بالسلامة في أسرع وقت لفريق الشارقة ولي كذلك دورينا بوغيث بما أنك موجود معانا كذلك على الخط أنا يعني أعتذر النساء تبارك لكذلك الفوز والتأهل كذلك للمباراة النهائية كيف شفت هذه المباراة المثيرة بحضور الجمهور بحضور كذلك الأهداف الكثيرة وأمام كذلك فريق عنيد مثل فريق الوصل الله يبارك فيك أول شيء الله يبارك فيك طبعا نفس ما شفت أنت مبارك كانت مثيرة بين الطرفين والفريقين الصراحة ما قرصروا أدوا اللي عليهم من سيادة وأشكر أخواني اللاعبين الصراحة على المجهود الطيب اللي قدموه طوال رغم أننا كنا متأخرين 2-0 لكن الروح اللي موجودة في الفريق بينت الملعب وقدرنا نجلب النتيجة ونتأهل الانباراة النهائية وبخصوص الحضور الجماهير الصراحة الجمهور الفريقين ما قرصروا وبالأخص جمهور فريقنا الصراحة البارحة كانوا فعلا الرقم واحد نعم دائما دائما الجمهور مساند لكم كلاعبين وأتوقع أنت واحد اليوم من نجوم الفريق وجود الجمهور عبدالله يعطيك حافظ أنك تقدم كل اللي عندك أكيد أكيد بسلطان وجود الجمهور يعني شيء جابي للدوري والبطولات الكاس وللاعبين كذلك نفس ما تشوف أنت المباريات اللي يتواجدون كيها الجمهور دائما ما تكون مثيرة يعني وهذا اللي شفنا في آخر كمبارات صراحة والجمهور ممقفرين دائما ممقفرين سواء داخل ولا خارج الملعب وأشكرهم على هذا الشيء وإن شاء الله يستمرون هذا الحضور الطيب في باقي المباريات الموسم إن شاء الله بإذن الله كابتن عبد الله أنا أكرر كذلك وأتمنى لك بإذن الله السلامة وإن شاء الله كذلك تجري العملية والعلاج كذلك اللازم وترجع إن شاء الله من جديد ونشوفه كذلك في الملاعب الله يسلم بسلطان ما قصد الغالي ما قصد الله أحفظك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك عبد الله غانم نجم فريق الشارقة ونتحمد له كذلك بالسلامة إن شاء الله يرجع كذلك من جديد لفريق الشارقة ويرجع كذلك لدورينا بإذن الله بو خليفة قبل أتكلم عن كوزمن عبد الله غانم ذكر نقطة يعني إيجابية وجود الجمهور دائما والجميل فيه نذكر وجود جمهور الشارقة مع جمهور الوصل في هذه المباراة يمكن المباراة الحضور الجمهور يطغى عليها وهو السبب الذي حدث في الشطث دائما نركز ودائما نتكلم عن الجمهور الحضور وتأثير على الفريق ووجود بكثافة وتفاعل مع المباراة نحن فيترات كثيرة على المستوى المنتخب على المستوى الأندية كنا نحث الجمهور على الحضور لكن من الذي يحث الجمهور أمس يحضر نعم أعتقد أنه يمكن عمل الإدارات الأندية والمباراة نفسها وقيمة المباراة نعم وقيمة البطولة كذلك يوم أنت تتكلم عن بطولة كأس سيدة صاحب سمو رئيس الدولة فريقين يبحثون عنها فريقين غايبين عنها سنوات طويلة ونصف النهائي الفريق يعني خلنا نقول الوصل هي كانت هذه البطولة الممكن المتاحلة في الموسم هذا البحيدة الشارجة صحيح أنه ينافس وموجود في المربع الدوري لكن أمام فرصة كبيرة للوصل للنباراة النهائية بالتالي الحضور الجماهير الذي كان الأمس حضور يمكن هذا المباراة علنت عن نفسها من 100% الناديين عن مستوى التواصل الجماهير الوصل حضرة التدريبات لكن حضور المباراة الأمس كان حضور مباراة نهائية كأن كنت في مباراة نهائية أجواء جميلة أجواء ساعدة اللاعبين قدمون كل ما عندهم ارتقت المباراة للمستوى عالي بالشوت الثاني الشوت الثاني هذا الشوت الموسم إلى الآن لم نرى شوت في كل المباراة مرينا بدربيات كثيرة مرينا كلاسيكيات كثيرة ما هو مضى من الموسم لكن لم نرى مباراة بهذه الإثارة حتى مع الفريقين اليوم الوصل لعب مباراتين مع الشارقة ولم نرى هذا الحضور بالذات المباراة الثانية في الدوري المباراة الثانية كانت خالية من الجمهور لم يكن فيها جمهور جماهير تذكى كانت جماهير قليلة وخمس أشواط كانت بدون نتيجة كانت تعادل فيها صفر صفر انقلب الحال في الشوط السادس هذا شاهدنا شاهدنا مستوى عالي نبحث عنه من زمان في كرة الإمارات وطبعا الجمهور له دافع كبير وشفنا الحلو في المباراة هاي التقلبات اللي صارت والانفعالات اللي صارت نعم من فرح إلى حزن ومن حزن إلى فرح ومن سعادة ومن دعنا نقول لدرجة أن الفرحة خرجت من عقالها في نهاية المباراة وحتى الحزن أثر على جمهور الوصل اللي كان يمنى بالصعود وخاصة أنه كانت النتيجة 2-0 وكانت المباراة متجهة إلى النهاية لكن كرة القدم لا أمان وكرة القدم مثل الدقيقة الأولى مثل الدقيقة الأخيرة هذه كرة القدم كرة القدم فيها لحظات مجنونة الوصل في دقائق معينة سجل هدفين وراء بعض ويال الشارجة فيها هذه المباراة في دقائق معينة ودقائق بسيطة نفس الدقائق التي سجل فيها بداية الشوط الثاني الوصل هدفين الشارجة سجل هدفين التعادل والفوز في أربع دقائق تقريبا وهناك الشارجة نفس العملية في سبع دقائق سجل هدفين هذه كرة القدم وهذه التغيرات التي تحدث فيها هذه حلاوات تجمال أنا أريد أن تتكلم عن كوزمان أريد أشير نقطة كوزمان كاميرا هو فريق مركزين ومعين في المباراة يعني التركيز عندهم عالية الشوط الأول يمكن الشوط ما شفنا فيه تهديد صريح لأيم المرميين نعم وما لكن درجة التركيز يعني عند كوزمان و اللاعبين كان عالية جدا الهدفين التي سجلهم من الوصل من خطئين خطئين من المدافعين انقطعات الكرة أمام 18 الهدف الأول صار فيه بلانتي والهدف الثاني تسجل يعني تتعور فيه كابتن عبدالله غانم درجة التركيز العالية لكوزمان استدعت دخولها إلى أرض الملعب أثنان المشادة والإحتكاك اللي صاد بين اللاعبين عشان يعني يخلي لاعبين تركيزهم في المباراة وما يتشتت تركيزهم وما يتجه تركيزهم إلى ما يحصل في المناوشات بين اللاعبين وإحتكاك وبالتالي يخرجون من جو المباراة فبالتالي شاهدنا أنه دخل في الملعب وكان يطلب من لعب الابتعاد وصارغ بصوت عالي وحتى كنا نسمع هنا فهذه هذه اللغطة شوف هذه اللغطة هو دخل وقف وكان يطلب اللاعبين اللاعبين لأنه كان مهم جدا أن اللاعبين يبقوا في تركيز المباراة هذه تقريبا في دقيقة 81 كان ممكن اللاعبين الشارجة يأثر فيهم ويتجهون خلاص يخرجون من جو المباراة لكن درجة التركيز العالية التي في دقيقة 90 ودقيقة 94 الذي حقق فيها فريق هدفين عالميين لا أتوقع أن هذه الهداف من نوعية الهداف العادية العادية هدف مقصي رائع جدا وهدف ثاني رئيسي صاروخي نحن قد لا نرى فكايو بالشكل هذا على فكرة نفس اللاعبين الموجودين في الشارجة هم الذين كانوا في بداية التعاقد كوزمن معهم لم نرى الشارجة انتدب لاعبين في الفترة الانتخاذ الشتوية عادة عودة كمارة من التحاد كلبه نعم عودة مؤثرة لكن عكس ما كان يقال في البداية عند التعاقد مع كوزمن خروج خمس لاعبين وتعاقد مع خمس لاعبين وأولهم كايو ونحن اليوم نرى كايو يقدم مستوى عالي جدا كايو لا يخرج من أي مبارة بدون ما يسجل أو يساعد في التسجيل ويكون مؤثر كايو أمس سجل يعني يضيع ضربة جزاء وللأسف بعد ما ضيعت ضربة الجزاء الوصل سجل هدفيا وكان يمكن أن يحافظ على هدفين هاي وكانت نقطة التغيير بتكون ضربة الجزاء لكن رغم ذلك رغم الإصابة التي كانت في وجه كايو كايو استطاع أن يعود ويعود بشكل كبير وكان مؤثر وكل من أين أعتقد أن كل من المدرب الثقة الموجودة عند المدرب الثقة التي أعطاء المدرب إليها يعني كنا نسمع قبل أن هناك تغييرات تكون وأول خارجين كايو وأن هناك لكن أعتقد أن كوزمن استطاع أن يبني ثقة ما بينه وما بين اللاعبين يعني لو نرجع حتى في تشوف فريق الشارجة آخر هدفين تسجلوا على فريق الشارجة مباراة الإمارات في كأس الرابطة من بعدها أنك أصبح فريق الشارجة من الصعب أنك تسجل عليه فاللي كان يعاني من الشارجة في فترة يعني الكابتن عبد العيز العنبري المنظومة الدفاعية يعني الشارجة سجل ثلاثة أهلي بس تسجل أربعة فكانت المنظومة الدفاعية كان فيها خلل أصلح أصلح المنظومة الدفاعية واستعان بنفس الأوراق الموجودة عنده في أن اليوم تشوف اللاعبين يأدون أدوار معينة وحتى هو لا يحتفل شفت حتى في بعض الهدف الثاني أن البنش يحتفلون هو لا يحتفل كان يوجه اللاعبين لأنه مأجل الاحتفال لأنه درجة التركيز عالية جدا مأجل الكابتن عبد العزيز عبد عبد العمبري والدليل عليه أنه استعان بنفس الأوراق لا يغير شيء ولا يبدل شيء كمل على نفس البناء الموجود واليوم نرى في الشارجة بعد المرحلة التي حتى الكابتن عبد العزيز عمبري كان أول من أيد التغيير وقال أن أنا أخرج التغيير مطلوب في هذا الوقت نرى اليوم فريق الشارجة في المركز الثالث متساوي مع الأهلي في النقاط في الدوري بعد ما كان يمكن في المتسابع أو في المرحمة وهذا متأخرة اليوم نرى في نهاية كأس رئيس الدولة أعتقد أن الفريق ماشي بشكل تصاعدي وماشي بشكل سليم وطبعا دعم الإدارة هذا واضح ومبين في الفريق ومبين في اللياس يصير لأن أي مدرب اليوم بدون دعم إدارة ما أعتقد أن فدعم الإدارة واللعبين الموجودين والمدرب أعتقد أن منظومة كاملة موجودة اليوم في 2000 عدد الشهر جميل إذن في الطرف الآخر كذلك العنابي مع عيسى غريغوري ما زال يقدم الأرقام التي تثبت على أنه من أحد كذلك الفرق المرشحة لليل لقب أو أكثر كذلك في هذا الموسم والدليل تواجده منافسا على جميع الأصعدة من الدوري وكذلك كاس الرابطة وكاس رئيس الدولة إن تحدثنا عن النادي الأفضل في هذه الفترة لابد لنا أن نذكر الوحدة نسخة غريغوري وصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة وحجز مكانه في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين ويقف على بعد ست نقاط فقط من صدارة دور المحترفين الوحدة الذي يمر بفترة استقرار عالية على مستوى النتائج والأداء قادته لتحقيق أربعة انتصارات متتالية في الدوري خلال الجوالات الماضية مع العبور إلى نهائي أغلى البطولات متفوقا على بنياس في مواجهة الذهاب وتعادل في الإياب إدارة العنابي في الأيام الماضية قامت بحملة لتجديد عقود بعض اللاعبين على رأسهم إسماعي المطر بجانب عمر خريبين وطحنون الزعابي والمدافع التونسي علاء الدين زهير بالإضافة إلى هذه الحملة من جانب إدارة النادي توضح الرغبة الكبيرة لديهم من أجل المحافظة على هذه المجموعة في المواسم المقبلة في ظل تألقها الكبير هذا الموسم مع الفرنسي عيسى جريغوري الذي سجل أرقاما رهيبة منذ استلامه دفة القيادة خلفا للهولندي تينكات حيث خاض الفريق تحت قيادته 16 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرة واحدة كانت أمام اتحاد كلباء لحساب الجولة الحادية عشر إذن الوحدة ما زالت حضوضه قائمة على مستوى جميع بطولات هذا الموسم فهل تكتمل الصورة بالنسبة للعناب بحصد لقب أو أكثر في موسم سيكون استثنائيا بلا شك بالنسبة لجماهير السعادة إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد بزيادة أتكلم كذلك عن الطرف الآخر يعني اليوم شفنا نحن تغيير فريق الشارقة للمدرب كذلك كان عامل إيجابي وتكملت كذلك مسيرة الكابتن عبدالعزيز العمري الطرف الآخر فريق الوحدة بنفس الحالة تغيير كذلك مدرب وشفنا اليوم الفرق في المستوى الذي فيه فريق الوحدة اليوم فريق الوحدة الثاني ومنافس كذلك على لقب الدوري ومنافس كذلك على كاس رابطة المحترفين بإضافة إلى النهائي في كاس رئيس الدولة تجربة جيرجوري تقدر ترعليها يعني فيها كتير من الشباب والحيوية والعنفوان بتاع الشباب واللي فيه كتير من الطموح المتجدد والمتدفق للاعب كان لتاريخ في كورة الأمارات وفي نفسها التحول إلى التدريب وبقى كمان واخد هوية أماراتية بنسهاره داخل مجتمع الأمارات وارتباطه وحتى بسميات اسمه اختر اسمه وابناء حتى أماراتية خلصة هو أنا شايف أنه هو يعني لقى نفسه مع الوحدة أو الوحدة اللي نفسه معاه بمعنى هتلاقي كمان أنا متوقع أنه هو يعني يعمر مع الوحدة لمسافة طويلة أو يستمر معه مواسم مش مجرد مسهم واحد أو يعني ده ميلاده على مستوى التدريب لكن هيستمر ويعمل ظاهرة مع الوحدة متوقع له كده أنه هو أولا بينضج مرة تاني كله مباراة بينضج أكتر وتحس أنه شايف المشهد كما يجب ومنساجم جدا يعني مع اللعيبة بشكل عالي جدا فحسين ببعض وفيه توليفة كمية جميلة بينهم ومن بعض ده مخليه النجاح مش مسألة يعني رهان شخصي ده رهان جماعي من الإدارة لغاية اللعيبة كلهم بيبا فيهم الجهاز الفني ففي حالة كده في الوحدة انت عاشة وصحوة ورغبة في الإثبات الوجود والنجاح وحضورها على التلت بطولات دليل وفي نفس الوقت الطريقة اللي بيلعب بها الفريق يعني شخصية المدرب تغي عليها أو تحسين فيه تأثير وتأثير بينهم بينها أو شخصية انت فريق إن ده شخصية هجومية بيلعب للفوز حساسه بالبطولة دايما طول الوقت يعني سخافة الفوز حضرة دايما طول الوقت فيه انسجام عالي طول الوقت بتحس إن فيه حاجة ممكن تعكر يعني يكون فيه مشكلة مثلا مستخبية أو حاجة لا طول الوقت تحس الفريق عنده حضور ذهني وتركيز عالي جدا في الأداء فأنا شايف إنها تجربة جميلة وتستحق الوقوف عندها وتديك كمان يعني يعني إزاي تراهن على اختيار مدرب يكون في سن يعني 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 بتلاقي المدرب قادم بشكل بفيه تشبع وبفيش فيه الرغبة أو الحماس ونعمل طموح جديد لنفسه يعني الفتية في الحتة دي أو الشبابية في الجزئية اللي المدرب يكون عنده لسه طموح عازية أو بتنعكس على المنتخب أو الفريق اللي بيدربه بأي أن كان فدي شايفها بشكل يعني جلي ووضح جدا مع الوحدة وبيجسدها جريجوري بشكل جميل يعني نعم إعطاء الثقة كذلك لجريجوري بالإضافة كذلك بخليفة أنت تكلمت قبل شوية عن دعم الإدارة لنادي الشارقة وفريق الشارقة اليوم نحن نشوف كذلك دعم إدارة نادي الوحدة وبالتحديد إذا نتكلم كذلك سمو الشيخ ذياب بن زايد وثقته كذلك باللاعبين وثقته بالمدرب ودعمه اللامحدود اليوم لكل عوامل النجاح إذا نتكلم عنها إدارة جهاز فني لاعبين بالإضافة كذلك إلى الجمهور وهذا الذي ساهم اليوم كذلك في تواجد الوحدة كذلك في مقدمة الترتيب نحن نتكلم عن أي نجاح خلف إدارة اليوم التدخل الإداري الذي حدث في نادي الوحدة الوحدة قبل دائرة الموسم كان ضمن المرشحين عن البطولة الدورية ضمن المرشحين البطولات لكن مع تنكات كان فريق لم يكن يفوز كل التعادلات وخمت تعادلات وربع أفقدت الكثير من النقاط وغير الخسارة الكبيرة في الأسيوية كذلك طبعا أفقدت كثير وخلت الفريق يتراجع بالإضافة للحياة النفسية التي كان فيها اللاعبين والفريق والشكل هذا التدخل الإدارة في الوقت الصحيح وفي الوقت المناسب نحن في بعض الأحيان نرى بعض الإدارات عندما تدخلها لا يكون في الوقت المناسب لا ينم عن حنكة ولا ينم عن خبرة ولا ينم عن تجربة في الناس الإداريين الموجودين هناك لكن في بعض الأحيان مثل ما حصل في حالة غروغوري كان قرار حاسم بنهاء أو إبعاد تنكات عن الفريق حضر غروغوري وحضر غروغوري لتجربة سابقة في الموسم الماضي مع الفريق الأول في النادر وكانت تجربة ناجحة حضر غروغوري على أساس أنه مدرب طوارئ ومدرب موقع لحين البحث على المدرب لكن الذي أدى غروغوري من عمل وتغيير شكل الفريق والنتائج المميزة وقربه من اللاعبين بحكم أنه كان مدربهم في سنوات يعني في سنوات كانوا في الرديف عطاه مجال أن يحقق نجاح ونجاح وراء نجاح يكمل على بعضه والفريق الذي كان في المراكز المتأخرة مثلاً ما كان في الشارجة الفريق صار إلى حالياً هو أقرب المنافسين للعين في الفريق بالتالي دعم الإدارة ووجودها وقرار الصحيح والقرار المناسب في الوقت المناسب كلها هذي خلف الشيء هذا جروغري اليوم خلاص انسانا جروغري مدرب رديف جروغري ثبت نفسه من ضمن مدربين دوري أدنك من ضمن الفرق الأولى في دوري المحترفين الإماراتي فثبت نفسه وأصبح لما تتكلم عن جروغري تتكلم مثلا تتكلم عن كوزمن تتكلم عن أي مدرب كبير آخر في دورينا أنسى أن جروغري يرجع إلى الرديف لأن جروغري قدم مستوى مع الوحدة وحط الوحدة في المنافسة في جميع البطولات ولو كان في بطولة رابعة ستجد الوحدة موجود فيها يعني بسبة هذا طبعا دعم الإدارة دعم الإدارة بيّن في العناصر الأجنبية التي استعانا في الفريق التغيير الذي صار مثلا في الفتا انتقال الشيوتي في لاعب تغير التسييل مهمة للفريق كلها أمور متشابه الذي صار في الشارجة والذي صار في الوحدة أمرين متشابهين تغيير في وقت مناسب البعض شاف في وقت مبكر لكنه لم يكن في وقت مبكر كان الهدف من تصحيح مسار الفريق والمحافظة على مكتسبات الفريق التغيير أعطى نتائجة واليوم نشوف الوحدة يعني يمكن في التغيير كلمة قال يعني في التغيير أن أنجح فريق فلن أنجح فريق لما تشوفه لا أتوقع أن الوحدة يخرج خالي الوفاض من هذا الموسم الوحدة يمكن أن يحقق بطولة أو أكثر وهم أهلها الوحدة عادلة توهجه السابق القديم عادلة وكفاية أنه لاعب مثل إسماعيل المطر اليوم موجود وسط الكوكبة هذه هذا الشيء حالة حالة نادي الوحدة السنة تدرس لليبغي يعمل الإدارات التي تبغي تعمل في إدارات أننا للأسف أنها لا تقدر تأخذ القرار إدارات قرارات خاطئة من بداية الموسم قرارات تأثر بشكل كبير على مسيرة الفريق حشق في التوقعات كبير لكن لا توجد عقول أو كفاءات إدارية تقود بعض الأندية في الوقت الثاني أن هناك العمل الإداري واضح والمسار الإداري ناجح في أندية أخرى وهذا الشيء ينعكس على نتائج الفريق واضح إذن كذلك التواجد الإماراتي في السلطات الرياضية على مستوى القارة والمنطقة العربية يزداد يوما بعد يوم ما يؤكد كفاءة كوادرنا البشرية في الإدارة والتخطيط لكن طموحنا يتعدى هذا التمثيل لنبحث عن ما هو أبعد وأفضل لرياضة الإمارات بمختلف اللعب يوما بعد يوم يزيد التمثيل الإماراتي في قيادة أروقة الاتحادات العربية والقارية وبعض العالمية منها أيضا بنهاية انتخابات ومجيئ أخرى يزيد هذا التمثيل أكثر وأكثر جميلة هذه الثقة الكبيرة بالكوادر الإدارية الإماراتية لقيادة بعض الألعاب الحساسة في الوطن العربي ومنطقة الخليج في الأيام القليلة الماضية جدد الاتحاد العربي لشدرانج الثقة بالشيخ سعود بن عبد العزيز المعلى لرياضة الاتحادات لدورة انتخابية جديدة وقبل ذلك بفترة قصيرة وصل اللواء إسماعيل القرقاوي رئاسته للاتحاد العربي في ظل غياب المنافس اختارت الجمعية العمومية للاتحادات الخليجية لكرة السلة دولة الإمارات مقرا لللجنة التنسيقية الخليجية التي تم تشكيلها برئاسة عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات أما في الدراجات فهناك الشيخ فيصل بن احمد القاسم رئيس الاتحاد العربي كذلك بينما في الألعاب البرلمبية يتواجد عبد الرزاق بن رشيد كرئيس للجنة البرلمبية الآسيوية وهو من تم تجديد الثقة به مؤخرا أما في الأشهر الماضية فقد تم اختيار أسامة الشعفار لأن يكون نائبا لرئيس الاتحاد الدولي وهو الذي يشغل منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي وفي ديسمبر دخل محمد بن سليم لصفحات التاريخ كونه أول إماراتيا يرأس الاتحاد الدولي للدراجات للاستمرار في سرد المناصب التي يتوالى رئاستها أو عضويتها الكوادر الإماراتية نحتاج لوقت طويل ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الاستفادة التي تحققها الرياضة الإماراتية من هذا الأمر وكيف علينا استغلال هذا التواجد في تحقيق مكاسب لرياضة دولة الإمارات الجميع يفخر بهم ونسعد عندما نستضيف البطولات العربية كبطولة كرة السلة للملتخبة العربية التي طال انتظارها منذ العام 2018 وبطولات المعاقين والدرجات والملتقيات بمختلف أنواعها ورياضاتها الآن علينا الدخول لمرحلة قطف الثمار وتحقيق النتائج وعدم التوقف على ما حققناه سابقا فدولة الإمارات تبحث عن الإنجازات والامتياز دائما وفي الرياضة نريد ذلك بشغف كبير وترقب أكبر اشتركوا في القناة إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد أستاذ ضياء أريد أن أتكلم عن الأسماء التي نرى الآن على الشاشة والأسماء الإماراتية المتواجدة في الاتحادات الأسيوية الاتحادات العالمية نتكلم عن محمد بن سليا نتكلم عن شيخ صعود بن عبد العزيز المعلة اللواء إسماعي القرقاوي وغيرها كذلك من الأسماء الموجودة تواجد جميل لكن كيف ممكن نستفيد من تواجد هذه الأسماء الإماراتية بحيث أنهم يكونون في يعني اليوم خدمة الرياضة الإماراتية ووصولها كذلك للعالمية أخي بلك أنت ما بصله على أنها مثلا خطوة يعني بتنتظر من وراها شيء هي حسنا إنجاز في حد ذات وهي يعني هي الوصول لهذه المستوات الدولية الرفيعة إنجاز بيحسب الرياضة الرياضة بواجع عام وكل الشخصيات دي بحيث أن هي آخرين أقول لك جزئية مهمة إنه مجرد يمثل نفسه بس هي القناة كلها مفتوحة على بعض وبتلاقي إنجاز شكله فردي لكن هو بيكون في الحقيقة محاصلة كل القناة التي كانت ترويج للدولة وتعملها صمعة دولية خارجية يعني على صعيد الإمارات هو يوصل للمنصب دولي رفيع ده في حد ذاته حضور دولي كبير للإمارات بيشرفها دوليا ويروج لإسمها أكتر وأكتر وبيحقق لها صمعة تتناسب مع ما يتحقق على كل الصعود الأخرى يعني ما يبقاش مثلا فيه تقدم أو فيه ريادة على صعيد ثقافي أو اقتصادي أو أو ترويجي في مجال آخر وتلاقي في المجال الرياضي حضورك منزوي أو ضعيف أو متخازل ده بيعمل لك يعني صغرة كبيرة ويمكن ده اللي بيخلينا نقول دايما أن لازم القناة المفتوحة على بعض ويكون كل الرواج على كل الصعود في وقت واحد لأن مفروض أنه كله بيتفاعل مع بعض وبيعمل محصلة واحدة في الآخر فيمكن يعني أكتر ينجاز حدثهم كمان محمد بن سليم يكون رئيس استحاد الدولي للسيارات أنا شايفه من أكتر الإنجازات اللي تمت في الأوانات الأخيرة بالنسبة لمسؤولي الإمارات وكان لاتحاد الدولي بالذات يعني محمد بن سليم مسيرت وكلها يمكن لاحزناها أو رأيبناها عبر فترات متبعدة يعني لكن هو من الشخصيات الدقوبة والمجتهدة جدا اللي بتجسد طموح الإماراتي والإرادة والقدرة على إثبات الوجود في المحافلة الدولية أنا شايفه من نموذك طبعا مش بقول كده أني بنتقص بالحق الآخرين لكن بقول أني محمد بن سليم في السيارات بالذات قدل تجربة متميزة جدا جدا لنصعد من تحت من عضوية لنيابة للرئاسة فتحس أنه كان والتحاد صعب والتحاد غني جدا وقوي جدا على مستوى العالم وحضوره الدولي طاغي جدا ومن أغنى الاتحادات الدولية وأصعبها فقول أنه يقص بثقة المجتمع الدولي في التحاد ويكون جدير بها يعني بيأكد أنه هو كرياضي أصيل ريادي أصيل بنلاعب من المتسابق يعني في السيارات إلى منظم دولي ورفيع على مستوى وناجحة في كل مرحلة يعني عمل رقم خياسي في الشرق الأوسط ومطرسلق الأوسط ورئيليات محدش كسره وصعب جدا حد يكسره وفي نفس الوقت في كل المحطات التصدى لها وحتى في الرئيليات خارج الدولة يعني شخصية ما يسأل الله عليه يعني شرف رياضة الأمارات وعمل لها إنجاز كبير جميل البقائين برضو حضرهم أنت بدور عنك تستثمر أو المكاسب اللي ممكن تتحقق من هذا أنت موجودك في هذا المحفل الدولي وأنك تكون قائد أو بتدير حركة لعبة يكفي نتقل الفؤال الإماراتي فلان الفلاني جميل بوخليفة بشكل سريع كذلك كيف ممكن بتواجد الأسماء الإماراتية كذلك في هذه الاتحادات الرياضية العالمية والأسيوية نحقق المكاسب التي نحن نحتاجها نرى لابد أن نفرق بين شغلتين بسلطان نفرق هذه المكاسب إدارية وبين المستوى الفني للعبة نفسها في الدولة نعم نحن رئيس الاتحاد إذا كان أسيوي أو كان عربي أو كان قائد يعني دولي هناك فرق في المهام والواجبات اللي مارسه هناك مهام واجبات الأندية هنا هنا الرياضات موجودة نحن رياضات في أندية تمارس رياضات في أندية حكومية في غالبها إلا في بعض الرياضات المتخصصة يمكن تلاقيها في أماكن مختلفة وبين المهام اللي يقوم بها اليوم التواجد الإداري وتواجد اسم دولة الإمارات في الاتحادات مثل ما قال بزياد هذا هذا نجاح كبير لدولة الإمارات وللشخص نفسه اليوم يتولى منصب في هذه الاتحادات يواجه منافسة من آخرين يطمحون نفس الطموح لكن الخبرة الإدارية والعمل اللي مارسه مرشح دولة الإمارات لهذا المنصب هو اللي ساعده في الوصول الآن نستفيد من هذا من خلال تكوين قاعدة من الإداريين من آخرين نواصل الأجيال في المناصب الدولية هذه نقاتل ونرشح لناس ونأهلهم لمناصب أخرى تواجد اسم دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات لاتحادات قارية واتحادات دولية أعتقد أن إنجاز كبير يفرق عن المستوى كنت هنا لا تتوقع أن من رئيس التحاد سواء أسيوي أو التحاد دولي أو التحاد عربي أن يقدر يغير في المستوى الفني الموجود عندك هنا هنا منظومة أخرى ولا حتى يقدر إذا منتخبك أنت بيشارك في بطولة قارية هل تتوقع من رئيس التحاد الأسيوي أو الانيي بطريقة أخرى للمستقبل نحن اليوم لابد أن نستفيد ونحافظ عليهم نحافظ عليهم من خلال تسهيل مهمتهم في الاتحادات هذه ومن ثم نستفيد من الخبرات هذه نبقى هذه الخبرات بعد انتهاءها لا نركنها و لا ننساها لا تكون موجودة ضمن منظومة العمل الرياضي لدينا بأي تحت أي مسمى لنقل خبراتهم وتجربتهم الأجيال الجديدة من الإداريين والقادة الرياضيين القادمين في الدولة جميل أبو خليفة أنا شاكل لك جزيل الشكر أستاذ أحمد خليفة حمد على تواجدك وصلنا كذلك لنهاية الحلقة أستاذ ضياد دين علي شكرا كذلك على تواجدك إذن مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لبرنامج ملاعبنا الشكر موصول كذلك لمتابعتكم وكذلك حسن المتابعة نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة